اشتركوا في القناة كسور عشرية تفصل الفاصلة العشرية بين أعدادها الصحيحة وأعدادها العشرية تظهر طريقة ثالثة للتعبير عن نفس الأعداد ولكن باستخدام النسبة المئوية فالنسبة المئوية هي عبارة عن كسر عادي مقامه 100 وهي أيضا عبارة عن كسر عشري من منزلتين عشريتين ويمكننا بكل سهولة الانتقال بين هذه الأشكال الثلاثة فيمكن تحويل النسبة المئوية إلى كسر عادي ويمكن تحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري لنرى كيفية فعل ذلك من خلال الأمثلة الثلاثة أمامنا نبدأ بالمثال الأول لدينا هنا النسبة المئوية 37 من 100 نستطيع كتابتها على شكل كسر عادي بحيث نضع 37 في البص والمئة في المقام فتصبح 37 على 100 وهو مقدار يعبر عن نفس النسبة المئوية ولكن على شكل كسر عادي نستطيع أيضا أن نعبر عن هذه النسبة المئوية بكسر عشري من منزلتين عشريتين الفاصل العشرية دائما ما تكون مختفية على يمين الأعداد فهي هنا على يمين السبعة وللحصول على منزلتين عشريتين علينا تحريك هذه الفاصلة منزلتان نحركها إلى يسار السبعة ثم نحركها إلى يسار الثلاثة فنحصل على الكسر العشري 37 من 100 إذن النسبة المئوية 37 بالمئة هي عبارة عن كسر عادي 37 على 100 وعبارة عن كسر عشري 37 من 100 الآن لنرى المثال الثاني والنسبة المئوية 9 من 100 لتحويل هذه النسبة المئوية إلى الشكل الكسر العادي نكتب 9 في البسط ثم نكتب 100 في المقام فتصبح 9 على 100 وإذا أردنا أن نعبر عن هذه النسبة بكسر عشري من منزلتين عشريتين علينا تحريك الفاصل العشرية التي دائما ما تختفي إلى يمين الأعداد الصحيحة فهي هنا إلى يمين التسعة علينا أن نحركها منزلتين عشريتين فنحركها منزل عشرية إلى يسار التسعة ثم منزل عشرية أخرى ولحصول على هذه المنزل العشرية الأخرى نضع صفر ثم نتجاوز هذا الصفر فنحصل على الكسر العشري تسعة من مئة لاحظت معي أننا وضعنا صفر في منزلة الأعداد الصحيحة في هذا الكسر العشري وذلك لحفظ المنزلة لنرى الآن المثال الثالث هنا لدينا النسبة المئوية خمسمائة وواحد وعشرون من مئة نريد أن نحولها إلى صورة كسر بسط على مقام البسط يحتوي على خمسمائة وواحد وعشرون أما المقام ففي كل النسبة المئوية يساوي مئة هنا بما أن البسط أكبر من المقام نقول أن هذا الكسر كسر غير فعلي بسطه أكبر من مقامه يمكن أيضا أن نحول هذه النسبة المئوية إلى كسر عشري من منزلتين عشريتين دائما ما تختفي الفاصل العشرية إلى يمين الأعداد الصحيحة فهي هنا إلى يمين الواحد نحركها منزلتين عشريتين فنحركها إلى يسار الواحد ثم نحركها إلى يسار الاثنان للحصول على العدد العشري خمسة صحيح وواحد وعشرون من مئة والسؤال المهم الآن لماذا نستخدم النسبة المئوية بدلا من الكسور العادية أو الكسور العشرية يفضل أهل الاقتصاد عادة استخدام النسبة المئوية فترى كثرة استخدامها في البنوك وفي الضرائب وفي الحسابات المالية وفي كتب الرياضيات تراها عادة في المسائل الحياتية عليك أن تتعلم مفهوم النسبة المئوية وتتقن التحويل بين النسبة المئوية والكسور العادية والكسور العشرية وتذكر دائما أن النسبة المئوية هي كسر مقامه مئة وهي كسر عشرين من منزلتين عشريتين وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله